السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على السريع اخوان اليوم جبنا لكم مقارنة ما بين فئة المكسيمة اللي حصلت على فيسليفت في عام 2019 2020 وما بين كي يكا دينزا اللي حصلت على فيسليفت موديل 2020 أو 2021 اول شي نبدأ مع الفئات والسعار طبعا بالنسبة للنيسان ماكسيمة 2020 طبعا تجي باربع فئات فئة الاس وفئة الاس في وفئة الاس آر وفئة البلاتينوم اللي هي اعلى فئة طبعا سعر الاس تلاثة تسعين الف سعر الاس في بمية وعشر الاف فئة الاس آر سعر بمية سبع وشرين الف فئة البلاتينوم بمية ثمانية واربعين الف طبعا هذا الاسعار قد تختلف أو تزيد بحسب توفرة لدى الوكيل والاسعار لا تشمل الضريبة ولا تشمل رسوم التجيل ننتقل الآن للكية كا دينزا 2020 أو 2021 طبعا بالنسبة للفئات الكا دينزا تجي بستاندر نصف الفل وفل كامل طبعا تجي سعارها ما بين 101 ألف النصف الفل تقريبا ما بين 117 ألف وفئة الفل كامل تقريبا سعرها بمية واربع واربعين الف الاسعار برض ولا تشمل لرسوم التجيل ولا تشمل الضريبة ننتقل الآن إلى المحرك محرك النسان المكسيمة طبعا V6 3.5 300 حصان من ثمان سرعات مع جير سي في تي بالنسبة لمحرك الكا دينزا 3.5 V6 يوفر تقريبا 290 حصان من ثمان سرعات على جميع الفئات طيب ننتقل الآن لصرفية البنزين بالنسبة لصرفية البنزين للنسان مكسيمة تمشيك 13.1 لكل 100 كيلو التانكي تقريبا 68 لتر بالنسبة لصرفية البنزين للكا دينزا 2021 تقريبا تمشيك 11.7 لكل 100 كيلو طبعا النقطة هنا تروح للنسان مكسيمة بحكم القوة المكينة وتعطيك أفضل صرفية ننتقل الآن للتصميم والشكل بالنسبة للتصميم والشكل طبعا النسان مكسيمة حصرت على لدات في الواجهة الأمامية محرف V مطعم بالكرون وحصرت على لد خلفي مكحل مع أربع فتحات للشكمان بالنسبة لداخلية السيارة حصرت على شاشة 8 إنش وبعض التغييرات الطفيفة في الطبلون وجود كاميرا محطية 360 درجة مع نظام صوتي بوس تعطيك أفضل تجربة صوتية وطبعا داخلية الكراسي كات دايموند باللون الجملي الغامق وهذا شي جميل في النسان مكسيمة ننتقل الآن للتصميم والشكل بالنسبة للكا دينزا طبعا زي أنتم معارفين الواجهة الأمامية حصرت على الشبك أكبر من السابق ولد على حرف Z على شكل عكس ومطاعم بالكروم والخلفية حصرت على لد متصل مع فتحتين الشكمان مطاعمة بالكروم ننتقل لداخلية السيارة بالنسبة للكا دينزا حصرت على شاشة 12.3 إنش مع عددات إلكترونية مع نظام صوتي هارمين كاردون مع نظام الكي ريل طبعا هذه بالنسبة لتصميم الكا دينزا بشكل مختصر مع نظام صوتي وأيضا برضو فيها كاميرا محطية 360 درجة نقطة عمية رادار سكف بانورامي ستائر جانبية ستائر إلكترونية وإلى آخره هذا بالنسبة لتصميم والشكل ننتقل الآن آخر شيء اللي هي مميزات وإيجابيات طبعا مميزات مميزات نيسان مكسما إنه طبعا تعطيك أفضل آداء قوة رساوة صرفية بنزين بحكم إنها ياباني هذه بالنسبة للمميزات السيارة بحكم خفة الوزن ننتقل الآن للسلبية أكبر سلبية للنسان مكسما هو عدم وجود بليك إلكتروني وجود البريك اليدوي للأسف معها في أعلى فئة ضيق في ارتفاع المساحة للركاب الخلفية يعني بحسب ضيق في الارتفاع ولكن تعطيك بالمقابل انسيابية عشان التصارع والتماسك السلبية الثالثة اللي هو البوري طبعا البوري ضعيف جدا مقارنة مع تدفع فئة الفول قريبا المئة وخمسين الف هذه سلبية ضعف البوري عدم وجود بريك إلكتروني ضيق في ارتفاع المقصورة الخلفية جهة الركاب الخلفين غيرها طبعا ومشاكله هذه أبرز المشاكل بالنسبة للنسان مكسما بالنسبة للكدنزة طبعا مميزاتها طبعا انها أنعم أخف راسية برضو في الخطوط طبعا في وجود عدات إلكترونية تتفوق في المواصفات عن نسان مكسما بالنسبة للأسعار نشوفها متقاربة بين الموترين طبعا في نقطة تتذكرها بالنسبة لسلبية المكسما اللي هي القساوة طبعا من أبرز العيوب في المكسما اللي هي القساوة أما غير كده ما شاء الله تبارك الله اللي يبغى قوة وتسارع ياخذ النسان مكسما اللي يبغى نعومة وشكل ومواصفات ياخذ الكدنزة أما غير كده فالموترين بطرية يا شباب وهذه كانت مقارنة سريعة عامة بين الموترين ترجمة نانسي قنقر